السؤال الصعب واللي أكيد سمعته كتير ومكرر يعني هذه المسيرة الرائعة جداً للمصطفى شبير فبتوت أفريكا الموسم ده مسيرة رائعة جداً جد شناوي ربنا رب يشفيه ويعفيه وخلاص على وشك أنه يبقى موجود فيه التشكيلة سمعت خبر مش حلو قبل ما أجي فمش هقوله في مشكلة في إصابة تانية اللي هيجي بعدها إن شاء الله هو اللي أقوله آه أوكي ربنا يستر ربنا يستر طيب فرضاً شناوي سليم ومعافظة ومصطفى بعز المسيرة الفاينال مصطفى يلعب ولا الشناوي علماً ليه رأي غريب شوية فضل بس يعني إيه يعني مش عايز حد يزعب مني لهو ده سليم وده سليم مقارنة بطريقة لعب الترجي هناك وإمكانيات حراسنا هنا أتمنى إن الشناوي يبتدي هناك وشو بريجي يلعب هنا ليه بقى ليه الترجي بيعتمد على الكرات السابتة وكرات اللي عرضية الشناوي بقى في تعامل الفكرات العرضية كويس جداً 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 عارف لو ماتش زي مازنبي هقولك لأ شو بريجي يشتغل هناك لو ماتش زي الوداد في المغرب السنة اللي فاتت هقولك لأ شو بريجي يشتغل هناك إنما فرقة زي الترجي وأي فرقة من الجزائر تحديداً الفرقة المنتخبات دي بتعمل كروسات كتير وبتعملها بطريقة مميزة جداً فلازم الحارس اللي في بوايف يكون عنده من الخبرات والسابت الانفعالي إنه يعرف يتعامل معها في كل الأوقات وعد على الشناوي مواقف زي دي كتير إنما دي هتبقى بالنسبة للشناوي يعني هقولك حاجة السنة فاتت لما لعب الوداد هنا شو بير كان من أحسن ناس في الملعب صحيح صح؟ بس كان هنا كان كل شغلهم إيه؟ شوتنج انفرادات قفل فاهم؟ إنما هناك كان يابل ماتش صعب عليه كله كروسات ووقعه فاهمني طبعاً فأنا أعتقد إن ماتش الترجي اللي هناك لو الاتنين سلام بنسبة 100% ما هو ممكن ما يبقى سليم بس بنسبة 70-80% برضه فاهمني؟ لو الاتنين بنسبة 100% وأنا مدرب حراس هاختار لو المدير الفني سألني أصح أنا في الأول وفي الآخر أنا ليه الاختيار والمدير الفني هو اللي بيختار في الآخر هاختار الشناوي المباراة دي ولكن هوعد مصطفى في ماتش العودة يبقى موجود أنت اللي هتبقى موجود عظيم جداً لو أنت رفعت التريفونة على مصطفى شبير وحبيت تنصحه النصيحة اللي أنت قد عايز تقولها له من شوية قلت له هقولها بيني وبينه والله هقولها له هتقول له يتعامل إزاي مع القرارات العرضية؟ يعني هو بس مشكلته أنه تمركزه تحت شوية هو مع كب مع مستر ماص كولر مارسي الكولر لأ يمكن بيشتغل هو والشناوي على التمركز على بعد يارضة ونص أو اتنين يارضة من خط الجول ودي تنفع الشناوي لأنه حارس طويل لو ملحقش ياخد الكروس هيقدر يتعامل مع التانية لأن جسمه هيفرد في 4 متر يمين و4 متر شمال إنما مصطفى يمكن أقصر في القامة مش بنسبة كبيرة مصطفى أطولي تقريبا إنما كنت أتمنى أن الستارتنج بوينت بتاعته تبقى من بعد 3 يارضة أو 2 يارضة ونص تعال أديك مثال دوناروما في بريس سان جرمان لما تيجي تتفرج على كل الكورنرز والفاولات اللي عنده بيبقى واقف في قلب السكس يارضة ومواجه يعني لو الكورنر المرفوع من هنا تلاقي واقف كده وطلع 3-4 خطوات واقف في قلب السكس يارضة عشان ياخد كل الكورنرزات اللي ما بيلحقوش بيلعب على التانية دي أتمنى تبقى عنده مصطفى دي لو مصطفى وصل لها أعتقد مش هيبقى عنده أي سلبية تانية مش هيبقى عنده أي مشكلة تانية دي وجهة نظر أخلي بالك برضو كل مدرب حراس ليه تاكتك زي مدير الفنين ليهم تاكتكس معينة مدربين الحراس بيبقى ليهم تاكتكس معينة في الوقوف وفي التمركز والتحرك ونقل الرجلين كل مدرب بالنسبة للحراس بيبقى ليه تاكتك معين على حسب الفرقة بتلعب إزاي وطريقة واقفة الدفاع يعني بمعنى أصح في الكورنرز أنا بيلعب أربعة اتنين المدرب مثلا بيلعب منطقة أربعة سابتين في منطقة واتنين بيمسكوا أخطر اتنين بيلعبوا بالدماج في الوقت ده أنا مش هلاقي مساحة كبيرة إن أنا قدام شوية لأن الأربعة واقفين قدامي زي ما ليفربول بيعمل فتلاقي أليسون واقف عالجور العكسة مثلا دوناروما بيلعبوا منطمان وبيلعب اتنين واحد اتنين واحد تلات ففي مساحة كبيرة إنه دوناروما يتحرك فدي بتدين أنا كمدرب حراس طريقة المدير الفني فوقفته في الكورات الدفاعية إزاي يوقف الجوم بتاعي هيل هيل إن شاء الله شلناوي يرجع سنين معافة ولكن لو شلناوي مع محمد أبو جبل كمان لو أنا يشفي من الإصابة لاتنين ما لحقوش مع أسكر منتخبنا الوطني اللي جاي ده حارس أول وده حارس تالي مين الحارس اللي يلعب مع منتخب مصر في مبراطين في منتجة الأهمية في تصفية كاس العالم بسؤال صعب بس كنت أتمنى يعني كابتن حسام لعب مصطفى البطولة اللي فات على قال لي يدي له الثقة شوية يدي له رياحية في المطشات دي ولكن أنا أتمنى أن مصطفى اللي يلعب لأنه أحق واحد عواد رجليه في الملعب وكل حاجة بس يعني أعتقد لأ مصطفى فايق أكتر منه في الفترة دي معنا برضو الفترة الفترة بتحكمك الفترة بتحكمك بس هام في فترة من الفترات كان ماشي كواس جدا دلوقتي الدنيا مش أحسن حاجة المهدي كان في أول السنة هايل دلوقتي مش أحسن حاجة فإحنا لما تيجي ببص مين اللي فايق مين اللي فايق في الدوري يعني أنا مش شايف حد سوبر أو إكسترا دلوقتي تاخدها بالفوائن ولا تاخدها بالخبرات الدولية فش عاسمها خبرات الدولية بقولك إيه اسمعني بس أشياء هو أول أول ماتش لعبه الشناوي كان قدام البرتغال صح صح وأول ماتش كاس عالم لعبه قدامه أورجوي صح وما أدركه ما أورجوي في الوقت ده يعني الخبرات بتتاخد في الماتشات العادية الخبرات يعني عدد ساعات اللعب تحت التلات خشبات بالنسبة للحارس عدد ساعات اللعب لو عد 12 ساعة 13 ساعة خلاص هو اكتسب خبرات حلو ف12 ساعة لما تيجي تحسبها يعني حوالي مثلا 8 ماتشات 9 ماتشات شو بيرعد ده الكلام ده خلاص صبح في فقط من أوقات جي كان بيلعب منتخب أولمبي وما كانش بيلعب في الزمالي صح صح طب ما كانش فيه خبرات برضه يعني مثلا حمزة علاء بيلعب في المنتخب الأولمبي وشهاية لمنتخب الأولمبي وما بيلعبش في الناد الأهل وما بيلعبش حتى في الناشئين تحت الفين والثلاثة مفهوم أنا أتفق معك جدا بس كلمة الخبرات دي دايما بنسمعها من المدربين يقول لك عشان خبراته خبرات يعني بص دي بقى مصطفى رقم بلاس ون فيه عنده سبات فعلي قدرة كويسة عالكلام مرتب في كلامه العقلية هيلة فدي خبرات دي مكتسرة عايز أطمنك بس إن الشيناوي جاله النهاردة شد خفيف في السمانة في السمانة يعني شد خفيف كده ماشي حاجة أكل عيش يعني ماشي يعني بعد بكرة ينزل فيرجع عادي خلص طب خلاص الحمد لله